العمل عبادة العمل عبادة وهو طريق المستقبل وقد أمر الله عز وجل بالعمل ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى وأصنع الفلك بعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وإذا تتبعنا قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام فسنجد أنهم كانوا يعملون بمهن متعددة فآدم كان حراثا وإدريس كان خياطا ونوح كان نجارا وصالح كان تاجرا وموسى كان راعيا وداود كان حدادا وأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان راعيا يرعى غنم قريش وما من نبي إلا وقد راعى الغنم لقد برع كل نبي منهم عليهم السلام في مهنته ولم تقتصر المهن على الأنبياء وحدهم فقد كانت حواء تغذل الصوف فتكسو نفسها وولدها كما أن مريم بنت عمران كانت تصنع ذلك ونظرا لكثرة المهن والصناعات فإنه لا يستطيع إنسان واحد استعاب جميع الصناعات المتفرقة فكان لابد للناس من أن يستعين بعضهم ببعض قال الشاعر وأكرم الناس ما بين الورى رجل تغضى على يده للناس حاجات فهذا يبذر لهذا قمحا يأكله وهذا يخيط لهذا توبا يلبسه وهذا يبني لهذا بيتا يسكنه وهذا يصنع لهذا بابا يغلقه دون بيته وغير ذلك مما لا يكاد يدركه العدد من الصناعات والحاجات لذا نحن نحب هؤلاء ونحب وجوههم التي يظهر عليها الصبر والجلد فالعامل الذي يجهد نفسه لنرتع هو صاحب الفضل فإذا أعطيته أجرته شكرك قبل أن تشكره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر